تتواصل جهود فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين في مهمتها الإغاثية الإنسانية عملية سواعد الغيث للبحث عن الناجين واستخراج الجرح والمصابين وانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض للمباني التي دمرها الزلزال العني فالذي ضرب كلا من سوريا وتركيا والذي خلف أضرارا في الأرواح والممتلكات في المناطق المتضررة من الزلزال في منطقتها التارية التركية وتأتي مشاركة فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين ضمن المبادرات الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال حيث يقوم الفريق بأداء مهامه وواجباته في ظروف جوية صعبة إلا أن تلك الظروف وذلك الطقس لم يثني الفريق عن مواصلة مهامه التي يؤديها على أكمل وجه وباحترافية ودقة عالية في التعامل مع الأنقاض والمباني المهدمة جراء الظاهرة الطبيعية المدمرة ولساعات طويلة من اليوم وذلك تجسيدا للدور الإنساني النبيل ومد يد العون الذي تقوم به مملكة البحرين للمتضررين والمحتاجين في جميع الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر